اشتركوا في القناة بالمبارات الى ارض الملعب محمد كرحاني فازن بدلا من حسن ديب هيدا تبديل الاول يلي عم بيجريه كوتش فريق لخال اهلي علي ابو الهيل مقابل بعد ولا تبديل من ناحية باسم مرمر نعبيه فريق لخال اهلي علي اللي خاضه اسبوع مش بس تعب بدني تعب ذهني تعب كتير كبير وهو نهائي كأس الاتحاد الاسوي بمواجهة الجزيرة الاردنية للسبب اليوم عم شوف اسمائي كبيرة موجودة على مقاعد الاحتياط العهد من بعد ما تلقى مرمي الهدف الاول بالمبارات عن طريق احمد حجيزي رجع عن طريق اللاعب التونسي العكيشي اللي يسجل الهدفين هدف التعادل وهدف التقدم من رجل الجزاء بنالتي 2-1 شو رح تحملنا احداف المبارات بالشوتة تانية هذا الشي اللي هنعرفه بهال 45 دقيقة اللي متبقيين من عمر المبارات ربيع عطاية ربيع عطاية بيغير اتجاه الكرة من ناحية اليسار لعند علي حديد فأزل محمد قرحاني هو بالتبديل الأول بالمبارات من ناحية فريق الإخاء الأهلي علي علي حديد بيرجع الكرة لأحمد صالح أحمد صالح كرة أمامية ربيع عطاية منه لحسين زين حسين زين بيمطلع على الجهة اليمنى حسين زين معه محمد حيدر بفضل للعبل العكيشي ترجع بتنقطع الكرة لومبة بيبعد الكرة لعند شادي سكيف شادي ممتس بيتقدم بيتقدم شادي سكيف بيلعب الكرة لعند أحمد حجيزي سريع كتير بيطلع الشبل من مرمى مهدي خليل ليبعد الكرة بالوقت المناسب طايميج ممتاز كان لمهدي خليل مخاطرة كتير كبيرة كانت بها الكرة بس حارس بربع منتخبنا الوطني توقيته كان ممتاز لإبعاد الكرة وأحمد حجيزي وقت ينطلق ما حدا بيلحقه ما حدا بيلحقه العكيشي معه كريستوفر كريستوفر كان على العكيشي مزاري الكرة مع العكيشي العكيشي بيلعب الكرة عميمية محمد درويش بيطلب إيقاف الكرة هون الفريقين مستغربين فريقين شو القصة شو فيه شتي يلي بلش ينزل شوية شوية على أرض الملعب بحمد وون التقص اللي تغير بالإعادة محمد درويش الكرة هون يلي استضمت بمحمد درويش محمد درويش محمد درويش تجدتها بتعادل إيجابي وانتهاء الشوط الأول بين الساحل والتضامن سور بالتعادل السلبي المباراة اللي عم انتبعوها عبر شاشة وانون بالدرجة التانية الاجتماعي عم بيتقدم على الرسنج اثنين واحد بترابلوس ومع نهاية المباريات رح نعطيكم النتيج كاملة رمي تميس سريعا لعند كريم درويش كريم درويش بمرر كرة العطوي مازالت مع محمد عطوي محمد عطوي برجعها لعند شادس كيف شادس كيف ضغري لعند محمد كرحاني محمد كرحاني بيتقدم محمد كرحاني بيخسر الكرة الكرحاني من دون أي خطأ ترجع لعند ربيع عطايا ربيع منه للمنزر وليد شور وليد شور لنور منصور حلو كتير مع خطأ واضح خطأ واضح على حسين زين خطأ واضح على حسين زين هل رح يتعامل معه بالبطاقة الصفرة محمد درويش لازم بطاقة صفرة تكون لحسين زين بعد هالخطأ الواضح على محمد كرحاني يلي عم بيوقفه بها الطريقة البطاقة الصفرة موجودة وحسين زين عم بياخد انذار محق من حكم المباراة محمد درويش الخطأ يلي ارتكبوا كابتن فريق العهد ركلة حرة للي خال اهلي علي عبد الوهاب ابو الهيل شو بدو يعمل شو بدو يغير شو بدو يخطط تا يقدر يفك هالشيفرة الموجودة عند فريق العهد كريم درويش كريم درويش على التنفيذ لومبا مونطالي موجودين داخل منطقة الجزاء احمد حجيزي كارلوس البرتو كرة بتنلعب وبيبعدها وليد شور لخارج الملعب برامي التميس وفريق الإخاء شربل مبلس شوت تاني يعني عنده الحافظ عنده النية موجودة مع اول تبديل والتبديل التاني اللي مرح يطويل ليجرب يعدل النتيجة ادايا الخبس الاولى على انطلاق الشوت التاني على خارج بواضحة لمعادلة النتيجة امر ما انه سهل طبعا بمواجهة المنظومة الدفاعية لعدويلك كارلوس البرتو حاليا كان بمكان مناسب جدا ليهز الشباك ويعادل النتيجة ترابلوس بداية 75 عم يسجل هدف التقدم على الشباب الغزية عن طريق هائل البدري اللعبة السوري عم يعطيها التقدم 2-1 مهدي خليل ركلة المرمى نجي مرمى فعلا مهدي خليل كارلوس البرتو بيعرف طريقة للشباك لكن على الكرة الأخيرة الطريقة كانت إلى خارج أرض الملعب مهدي مرة جديدة الكرة مو علي حديد عم يستلم على الجهة اليسرى البديل الدائم بمركز الظاهير لأي لعب يخيف من العهد إن كان حسين زين أو حسين دقيق على الجهة اليسرى على الجهة اليوم ما في مشكلة بالنسبة لعلي حديد رمي التميز كرة ملعوبة بوسط الملعب مع كارلوس لومبا محمد عطوي كارلوس ألبيرتو يرى على الجهة اليسرى عند محمد قرحاني القرحاني القرحاني بيحاول يرغغ ليه لاعبين بيحاول يمر القرحاني بسرطه عن حسين الزين لكن دائما يعني هيك نوع من السباقات خالبا ما بيكسب أحسين زين عنده خيارات أيضا وجومية عبدالوهاب أبو الهيل عمقعد البودلاء ممكن شوف واحد منهم عم بحكي عن حسن المحمد عن حبيب الشواخ يلي بيقدر بده الشك يعطو الإضافة على الصعيد الهجومي كان على الصعيد التهديف بوجود حسن المحمد أو على صعيد صناعة الألعاب بوجود حبيب الشواخ كرة بوسط الملعب عند محمد حيدر منه لعند حسين مندر المندر لعند العكاشي عريس المباراة لعاد الوقت بالهدفين يلي سجلون العطاية تمريده خاطئة وأصيرة وطعيفة ربيع عطاية موسط للعكاشي يسمح لها الإخاء أنه يسترد الكرة قرحاني كرة مباشرة لعند عطوي أيضا وليد شور على مساره حسين مندر المندر ينقلها لعند حسين زين حسين زين بجرب يتقدم بمواكبة محمد عطوي والكرحان حسين زين بحفظ على كرة ربيع عطاية بالانتظار بالفعل بالعام بتجاه عطاية عطاية منطلق يعني نطر العطاية ما فيك تنطر ما فيك تنطر أبدا كرة يا ربيع شادي سكاف كان قريب وشادي سكاف بالشكل سريع كان عم يقطع الكرة من أمام ربيع عطاية العهد ما بده أبدا يتراخ ما بده أبدا يضمن النتيجة بأي لحظة الإخاء قادر يخضره ما بده ينسى أبدا إخاء عم يخوض على المباراة على أرضه بيعرف كتير منيح الملعب وقادر يستغل أي فرصة لا يسجل مع محمد حيدر عمد الكرة للأمام نادر من روش بيقطع علي حديد طريق العلي أيضا ممكن شوف تبديل على الصعيد قال له جومه عند العهد أحمد سريع جاهز أكيد من المباراة بوجود على مقعد المدلاء نجم فريق العهد واللي غالبا بيكون له تأثير كبير عنده دخوله بالشوت الثاني مع الكرة العرضية نور منصور عم يقطع إلى الكورنر كورنر إذن للإخاء الأهلي عليه إلى يسار ولمهدي خليل ومثل العادي على الكرة الثابتة كريم درويش موجود فرح ينجح الإخاء إلي التعادل من خلال الكورنر كريم أربع لعبين من الإخاء داخل منطق جزائي كريم بيلعب الكرة كاروس ألبيرتو بالرأس مقطوعة كريستوفر مهدي خليل عم يبعدها في خطع لمصلحة مهدي خليل يعني هالأمور واضحة أي إحدي كيك مع حارس المرمى بيعني الخطأ بالوقت يلا انطلاط حسين زين سريع وتشوفه عم يجرب العهد يرتد بشكل سريع ويستغل تقدم لعبي الإخاء لمواكبة الكرة تغيير اتجاه اللعب الكرة عند حسين منذر وسعيد عواضة من جديد عم يقطع خطأ لمصلحة الإخاء الأهلي عليه وسعيد عواضة الساحل والتضامل صور أيضا مع انطلاق الشوت الثاني النتيجة لتعزال التعادل السلبي مبارات تذكر مهم جدا لشباب الساحل الساحل للالتحاق أيضا بثلاثة الصدارة بعد خسارته بالأسبوع المقبل أمام الأنصار وأيضا للتضامل صور فارس يعني مثل ما ذكرت بعد ما أحرز أي نقطة الموصل يعني المنافسة قوية كتير عم بتبلش تبين بالدورة ولو بعدنا بالمرحلة الثالثة مستوى الفرق اللي مبين ويه رح ينافس بنهاية الدورة والفرق اللي معرضة للسقوط ولو بعد بكير بس الأمور بلش يتبين نوعا ما محمد حيدر بيتقدم بمرر له علي حديد علي حديد على الجهل يسرى علي حديد لم يبدو يمرر بغير انت جهل عند حسين زين حسين زين بدو يسدد حسين زين بسدد كرة بين يدين شكل وهبي كرة بين يدين شكل وهبي ما رح يضيع وقت أبدا يمرره لكارلوس لومبا اللاعب البرتجالي منه لمحمد عطوي عطوي بيتقدم بيتركها لكارلوس ألبيرتو كارلوس ألبيرتو سبع أهداف سجل الموسم الماضي اللاعب لبرزيلي اللاعب الوحيد يلي بقي من شكيلة الموسم الماضي من ناحية اللاعبين الأجاني كرة حاليا مع كارلوس ألبيرتو منه على الجهة اليوم لنا عند محمد عطوي محمد عطوي يعني سعيد عواضة سعيد سعيد بيرفع الكرة داخل مضعي الجزاء موجود نور مانصور بالوقت المناسب طارق العلي لعلي حديد علي حديد بشتة الكرة ضعيفة مازالت مع فريق الإخاء الأهلي علي محمد عطوي فريق الإخاء بالشوت التاني عم بيضغط بعد ما شفنا العكيش بالشوت التاني واقف منتصف ملعب عم بيلعب دور المتفرش كارلوس ألبيرتو كارلوس ألبيرتو كارلوس ألبيرتو بيمرر كرة داخل منطقة الجزاء بشتتة علي حديد أميمية ما رح يقدر يوصل لعكيش أبدا رح يتميس هل رح يلجأ أبو الهيل للتبديل التاني هاي التمريرة الأميمية اللي عم بيبادها حسين زينو عم شتتة علي حديد فريق العهد كمان اللعبين وعم بيقدوا عملية التحمية من دون ما يكون في تبديل بالوقت الحالي منتظار الكرة الكلق عم بيفتش عطابة منتظار الكرة لمتابعة المباراة هيدا الشيء بصير شادي سكيف عم يطلب من اللعبين ينزلوا يتقدموا شادي سكيف على التنفيذ بيلعب الكرة اللي عند كريستوفر كريستوفر منولا نادر 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 مروش بمنتصف بلعب اللومبا منولا العطوي العطوي فريق لخاء عم بيوصل أكتر ما في خطأ الحكام بيقول محمد درويش ما في خطأ أبدا فريق العهد عم بيعتمد على الكرات الطويلة الكرات الساقطة خلف الدفاع وعم بيعتمد على انطلاقة العكيشي العكيشي هيدا اللي عم نحكيه خطفة للكرة بس باللحظات على الكرة لخارج الملعب رمي تميس بهالوقت بتروح لفريل لخاء الأهلي عليه يعني العكيشي ممنوع المزح معه ممنوع تمزح ممنوع تغلط ممنوع تفكر كتير قبل ما تلعب الكرة سريع انطلاقته سريع كتير وحسوا التهديفة قدام المرمى لا غبار عليه سعيد عواضة سعيد عواضة بحافظ على الكرة سعيد برجع بهالوقت لمنطع لي كريستوفر لعب الزمبي كرحاني على الجهة اليسرى كرحاني بيلعب أميمي لعد كارلوس ألبيرتو كارلوس ألبيرتو معه وليد شور وليد بيبعد الكرة مش لوقتي كتير ما زالت مع فريل إخاء الأهلي عليه والكرحاني لداخل منطقة جزاء خفيفة حسين منزر حسين منزر اعتراض كبير عم بيكون من فريق لخاء الأهلي عليه بيعتبر أنه ما في خطأ هون على هالكرة لا في لمسة يد ولا في خطأ بس محمد درويش عم بيشير أنه الخطأ كان قبل على حسين منزر ما استفيد منه ما أخذ الأدفانتج وقت ما استفيد من الكرة أعطي الخطأ ما أنه الخطأ أبداً على كارلوس لومبا وقت قطع الكرة هدا الشي اللي كان واضح وهدعي لمحمد درويش عم بيشرحوا لأحمد حشيرسي ساعة لبداية المباراة بعد ما في تبديل من فريق العهد وليد شور بلعب الكرة لحسين زين حسين زين بيتقدم بيتقدم حسين بيتقدم لربيع ربيع ربيع عطايا بيرجع الكرة لعند حسين زين على الجهة اليمنى منه لوليد أو لطارق العلي ما في خطأ كمان اللعب بتصور مع مرور وقت رح يقسى أكتر وأكتر على الفريقين والضغط شربي الأكتر وأكتر رح يكون على حكم المباراة محمد درويش وخصوصا أنه التوازن عم يتخير على صعيد معركة خط الوسط فيرس الأمر الواضح أنه عم يستعيد الإخاءة الأهلي علاء زمام المبادرة وعم يكون موجود فعلا بمواجهة العهد بحضور قوي بخط الوسط وبالتالي هذا الأمر بيتطلب من باسم مرمر أنه يبلش يقرأ المباراة بالشكل يلي بيخليه يقدر يعرف وين مركز التقل عند الإخاءة الأهلي علاء ويقوم بعملية تبديل تسمح لقاله باستعادة السيطرة على خط الوسط مطرح ما كان فعلا العهد هو الأبرز بالشوت الأول بالوقت يلي تبديله هجومه بحاجة لقاله الإخاءة الأهلي علي لمحاولة إدراك التعادل سينزين كرة ما خرجت عم يقوله حكام المباراة بكاملة تراضيات من جمهور إخاءة لها لعليم مجددا لكن اللعب عم يستكمل مع محمد حيدر عم يراوغ كاروس لومبا بيلعب الكرة لربيع عطايا عنده المسيحة ربيع عطايا شادي سكاف بالانتظار لأستقباله العطايا عم يتظر المساند لكن عم يوصل لإلعب حمد حيدر الكرة مقطوعة أحمد العكايشي محمد عطوي من جديد كرة بتروح لعند محمد عطوي العطوي لعند كريم درويش كريم على الجهة اليومنا سعيد عواضة هو يلي عم يتقدم العواضة 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 بيراوغ سعيد بعيد الخلف لعند كارلوس لومبا مطلوب الكرة الأمامية مطلوب الكرة العرضية أحمد حجازي بالانتظار داخل منطق الجزاء والكرة العرضية سهلة عند مهدي خليل حسين زين منه لعند ربيع عطايا أيضا بحاجة العهد أنه إقاعه يرجع أسرع اللي عابي عم تكون أبطأ بالشوت التاني العهد جاهز بدنيا من دون شك ده يلعب 90 دقيقة ويكون مرتاح مرحلة التحديد كانت مكثفة طبعا باستعدادنا للإستقاق الأسيوية اللي نجح فيه بشكل رائع جدا أنا حسين زين منه جديد على الجهة اليمنى اللي عند محمد حيدر ضابط الإقاع العداوي عم يجرب العهد لحظه مشكلة اللي اللي تحدثت عنها عم يجرب العهد يحلة بكل بساطة من خلال الاستحواذ عم يجربوا يخلوا الكرة معهم بشكل أكبر يشوفوا انتشار الإخاء بخط الوسط ويعرفوا كيفين إنه الكرة بالشكل المناسب هيدا الأمر اللي عمله محمد حيدر مع إصاله الكرة إلى حسين زين الربيع عطايا شادف كاف متل خياله لربيع عطايا ما عم يخليه يتحرك أبدا كرة إلى خارج أرض الملعب وتبدلين بنفس الوقت واحد من ناحية العهد وواحد من ناحية الإخاءة الأهلي علي حسن محمد بدلا من كريم درويش يعني إلى حد ما تبدل متوقع لأنه مثل ما ذكرت بحاجة لحلول هجومية الإخاءة الأهلي علي كريم عم يخرج وحسن محمد عم يدخل وأيضا تبدل متوقع بالجهة المقابلة عم يتحضر عيسى يعقوبه هو الحل بخط الوسط عند فريق العهد سعيد عواضة كرة للأمام باتجاهه لحسن محمد اللاعب القاضي من النجمة أيضا سريع جدا عم يجرب يحصل على هالكرة عم يحميها إلى ركلة ركنية ركلة ركنية إذن للإخاءة الأهلي علي دائما من نفس المكان إلى يساره لمهدي خليل ومع خروج كريم درويش حسن محمد عم يتولى مهمة التنفيذ كارلوس لومبا عم يتقدم باتجاه منطقة جزائق محمد عطوي عالم شريفة طبعا هو بيتمتع بتزداد قوية في حال ارتدت لألوة الكرة كرة ملعوبة بعيدة جدا ما بتوصل لأي لاعب من الإخاءة حسين زين سريعا محمد حيدر هو يلي بيغطفها ممتاز جدا يلي عم يعملو حيدر كرةه لعند ربيعة طاية يا سلام عليك يا محمد حيدر شو زكي رائعة جدا أيضا من ربيعة طاية لكن نادر ماروش عم يقطع من أمامه للعكاشي محمد عطوي منول عد كارلوس لومبا العطوي من جديد شادي سكاف عيسى يعقوب بالانتظار لا يدخل إلى أرض الملعب على الخط موجود على الأرجح مكان وليد شور رح يدخل عيسى يعقوب وتبديل مركز بمركز لاعب بلاعب بمركز الوسط المدافع والارتكاز عيسى بيقدر يسرع ريتم وبنفس الوقت بيقدر يرجع يضبط عملية المعرك المفتوحة مع الإخاءة لها اللي عليه بخط الوسط حسين مندر لمحمد حيدر حيدر عم يتقدم عم يطلب من حسين زين أيضا تقدم لا يمرر له محمد حيدر بيحاول مار بتروح لعند ربيعة طاية أيضا حسين مندر يعني الأمر الواضح فارس إنه العهد مفترض يرجع يعود ليعتمد على اللعب الجماعي بالشكل أكبر بين ربيعة طاية ومحمد حيدر عم تبقى الكرة لوقت كتير وهذا الأمر عم يخسر عم يخسر العهد عنصر المفاجأة بشكل واضح محاولة بهالوقت كانت كمان مرة من العكيشة وقت نقول محاولة وقت نقول كل خطرة منقول العكيشة دايما الخيار الأول عنه اللي بيحصل على ركري ركني وعيسى يعقوب وبدلا من وليد شور صحي توقعاتك شربيل وليد شور رح يكون خارج أرض الملعب وعيسى يعقوب وتبديل أول من ناحية فريق العهد مقابل تبديل وحيد بعده بيقدر يعتمد عليه فريق لإخاء الأهلي عليه بتصور مع محمد أبو عتيق بس القرار عند أبو الهيل أينتن رح ينزل أبو عتيق لأرض الملعب ركري ركنية مع محمد حيدر محمد حيدر بنفذ الكرة لعند حسين زين حسين زيني بيرفع الكرة داخل منطقة الجزائي بيطلع شاكر وهبة عالي كتير وبيلطأ الكرة من دون إضاعة وقت أبدا شاكر وهبة بده يلعب الكرة سريعة ما في شيء أبدا شاكر وهبة بيلعب الكرة عالي على حديد ببعدها توصل عند كارلوس ألبيرتو كارلوس ألبيرتو بمنتصف ملعب لمحمد عطوي يلي حصل على بطاقة سفرة محمد عطوي قبل من حكم المباراة محمد درويش بسبب الاعتراض كرة بتتنفذ داخل منطقة الجزائي أحمد صالح بيبعدها توصل عند عالي حديد عالي حديد كرة أمامية لعند محمد حيدر يعني الشوت تاني المستوى إذا بدنا نحكي الفني بين فريقين هبط قياسا للشوت الأول يمكن الخوف من هدف تالي تفريق لخاء الأهلي علي أو فريق العهد من التعديل التبديل التالي ما رح يكون أبو عطي هيك اعتمد أبو الهيل والتبديل التالي رح يكون حبيب الشويخ حبيب الشويخ اللي رح ينزل لأرض الملعب بدلا من محمد عطوي هيك بيكون أبو الهيل لعب كل وراءه ما عد عنده أي تبديل بعد دخول حسن محمد محمد كرحاني وحبيب الشويخ من دون أي تبديل باقي لفريق لخاء الأهلي علي مقابل تبديلين بعد لباس المرمر وفريق العهد فريق لخاء الأهلي علي المحاولات عم بتكون أكتر من فريق العهد بس من دون خطورة على مرمى مهدي خليل عيسى يعقوب ويقطع الكرة منه لربيع عطايا بترجع لعند علي حديد بيرجعوا فريق العهد بينتشروا لعبينه متل ما لازم ليبنوا هجمي على مرمى فريق لخاء الأهلي علي عيسى يعقوب الحسين منذر الحسين منذر بيتقدم بحافظ على الكرة بيتخطى الأول الثاني الثالث الله شوال لعيب بمنتصف ملعب منه الحسين زين ممنوع لعب يخلي الكرة معه هايدي التعليمات بتشوفه ضغري بيلمس بمرر بيلمس بيلعب لا عكيشي لا عكيشي لازم ياخد مكانه بالخط الأمامة ربيع عطايا تبديلات تمريرات ممتازة من اللي عبيه فريق العهد عيسى يعقوبه بمرر لحسين منذر حسين منذر معه علي حديد هيدا الشيء اللي بصير علي حديد بيرجع لحسين منذر ممكن صاروا أكتر من عشرين تمريرة من اللي عبيه فريق العهد من دون ما يلمس على اللاعب من فريق لخاء الأهلي عليه حسين زين كمان لعيسى يعقوبه عيسى يعقوبه لمحمد حيدر بترجع لعند عيسى يعقوبه منه حسين منذر النتيج ما تغيرت بالملاعب الأخرى يعني بعده ترابوس متقدم اثنين واحد التعادل السلبي بين الساحل والتضام اشور اي شيء بصير اللي نعطيكم النتيجة على السريع وبهالوقت نهاية المباراة نهاية المباراة بترابوس خلينا نتابع كورة محمد حيدر الله شفت الطابة هدف أنا شفت الطابة هدف لو للتدخل باللحظات الأخيرة أبو الهيل طبوا سكروا ما تخلونا حاله أبدا مملوعة يبقى لحاله العكيشة نهاية المباراة وفوز ترابوس على الغزية بنتيجة 2-1 فريق ترابوس يلي عم بيحصد أول فوزة إله وأول ثلاث نقاط هيدا العكيشة بسدد خطر كتير لو لكريستوفر منطالي يمكن كانت المباراة انتهت عبكير راكلة ركنية لفريق العهد مع حسين منذر حسين منذر عم بيطلب من ربيع طاية يجي لعنده واشي يلي بصير حسين منذر بيرفع الكرة داخل منطقة جزائق ها 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 legislators جول! 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 بعد خطأ كبير 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 من الدفاع من حارس المرمى ونور منصور عم بيلعب الكرة ليخليها داخل منطقة الجزاء راح يدي جاء المرمى والشاكر وهبي يلي هون مرمى عم بيتلقى الهدف الثالث ثلاثة واحد العهد نرجع منشوفها نور منصور عم بيخليها بس شربل غلطة الشاطر بالف وثلاثة واحد نور منصور عم بيلعب الكرة لحدا داخل منطقة الجزاء خطأ كبير فادح من شاكر وهبي كلف فريقه الهدف الثالث بالمباراة العهد الثلاثة لخاء الاهلي علي واحد طبعا سوق تقدير من الشاكر وهبي اللي اعتقد انه الكرة باعتجاها لتخرج من ارض الملعب لكن كانت باعتجاها نور منصور والعهد مع نور منصور طبعا بها المباراة مع تقدمه الثلاثة واحدة نقاط الثلاثة بانتظار بطل لبنان نور عم يعمل نتيجة ثلاثة واحد والعهد اصبح مرتاح ورده كان آسف فعلا على هدفه لأحمد حجازي اللي غاب من وقت ما سجل من وقت ما سجل طبعا هدف التقدم ببداية المباراة كارلوس ألبيرتو شادي سكاف من جديد لعاد كارلوس ألبيرتو كارلوس 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 بحاول يرغغ عيسى يعقوب وكارلوس كارلوس بحافظ على كرته عيسى ممنوع المرور عندما بيكون الغاني على أرض الملعب عيسى بيقطع الكرة أيضا حسين زين إنما المرة كرخانة بعيدة لعاد كارلوس ألبيرتو اللي بلعب على الكرة العرضية بقطوع من نور منصور حسين مندر أول أهداف نور منصور بالموسم وثالث أهداف العهد بسرع العهد عم يوجه رسالة شديدة اللهجة برأيه إلى مونيفسينو إخاء الهالي عليها واحد من فرق المقدمة بالموسم الماضي الإخاء يلي كان أنهى الموسم بالمركز الرابع ب33 نقطة بعشر انتصارات للتعادلات وتسعة زائم عم يوجه من خلال العهد رسالة إلى مونيفسينو إنه حاضر جهز للدفاع اللقب وقدر يحقق أن تأجأ العريضة العكايشي سيم مندر كرة الخلف أحمد الصالح مرحلة الأهداف ومرحلة الأهداف الجميلة أيضا بصراحة بيرا شفنا عدد من الأهداف الجميلة أكيد أبرز هدف حسن شعيت وموني للأنصار بمرمى الصفا بالوقت يلي ربيع طيب يحاول للحق الكرة شادي سكاف وهو يلي عم يقطع بيتروح لعند حسين زين حسين حمد حيدر بيطلبها بيحصل عليها لعند العكايشي العكايشي لربيع طيب لحيب فتبول العكايشي شوفوا كيف بيحجز الكرة شوفوا كيف بيستلم الكرة شوف كيف بيوقف على كرته والنظرة والرؤية اللي عنده بيلعب الباس السهل ما بيعقد الأمور إلا على خصومه عندما بيتلقى الكرة داخل منطقة الجزاء ربيع أيضا المرة الكرحاني عم يسمعه على الكرة حسين زين بعد نور منصور عيسى يعقوبه لعصو بعد دخول يعقوبه كيف عادت الأمور بخط الوسط إلى طبيعته بالنسبة له هالضبط إيقاع عيسى يعقوبه أحمد الصالح منه عند محمد حيدر حيدر حسين زين كرحاني بيطلب مش هاد سكاف تخطيط ربيع طايا هيدا الأمر بيحصل لكن تبريره جميلة جدا من ربيع طايا الحسين زين عم يتفننه لعبية العهد الكرة العرضية من الزين تصطدم بالكرحاني كرحاني عم يكسب المواجهة بهالوقت بالوقت يلي أحمد حجازي عم يستغل هالإندفاع الغير محصوب من نور منصور لا ينطلق بالكرة حجازي بيلعب الكرة عمامية لعد حسن لمحمد تقليص الفارئ تقليص الفارئ تقليص الفارئ ما في هدف ما في هدف في راية في راية من الحكم المساعد تيسير بدر تسلل على حسن لمحمد كان أسرع من قراءة أحمد حجازي لقراره وكان أسرع طبعا من الكرة يلي وصلت له والتسلل كان على حسن محمد فعلا علي حديد هو اللي عم يطلق حاليا على الجهة اليسرى منه عن طارق العلي تبديل واحد للعهد واربع ساعة على النهاية حمد حيدر هل رح نشوف أحمد زريع على أرض الملعب تبديل تاني وخصوصا يعني أنه المساحات موجودة على طرفي الملعب وكان من جهة ربيع طايع ومن جهة طارق العلي وبيقدر من دون شك باس المرمر يستفيد من وجود أحمد زباق بالداية الأخيرة ليوسع النتيجة الأمور لمصلحة فريقه والإخاء يلي عم يبحث عن حلول حبيب شواغ بينقل الكرة العد نادر مروش هاسأل محمد مقطوعة إلى رمي التماس بمساعة تماما على صفرة النهاية العهد العهد عم يطارد الفوز الأول وأصبح قريب منه الخسارة الأولى وشبح الهزيمة عم يطارد بدوره ألي خال أهلي عليه مع القرحاني لمنذر كارلوس ألبيرتو لعن كارلوس لومبا بورتجالي وبرازيلي نفس اللغة إنما اللغة الموحدة حاليا هي اللغة الكروية مع ألي خال أهلي عليه والكرة العرضية بتجاه القرحاني إلى خارج أرض الملعب كورنر هالمرة من جهة الإخاء أو رمي التماس هيك عم يقول الحكم خرجت إلى رمي التماس حسن محمد بجرب مرع حسين زين بينجح بالأمر حسن محمد هيك باطل الجزاء بيعقص الكرة العرضية الكرة هون الطارق العلي عم يتدخل مطالبة بشي من قبل الإخاء الهلي عليه ما في أي شيء بقوله حكم المباراة دولوقتي العطاية من العد محمد حيدر سريع جدا بالهجمة المرتدة فريق العهد مع العكاشي 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 ممكن يعمل العكاشي بيلعب الكرة على شراء اليسرى عن طارق العلي بعد الهجمة الهدوية بعد الخطورة من الفريق الأصفر باتجاه العكاشي كون الطارق العلي جميل جدا وهون القرحاني عم ييدا لشكره يعني فارس بكل كرة بيمسك العكاشي وبكل هجمة مرتدة للعهد بتقدر تشعر بالخطر وبتقدر تحس انه الهدف عم يقرب يعني هيدا مستوى اللعبين الأجانبي اللي منتمنى نشوفهم عنا بدورة لبنانية من العكاشي وغيرهم من اللعبين تمنى نسى حدا بس طالما عم نحكي عن هالمباراة لابد انه ننوه بهاللاعب التونسي برجع بقول الكرة التونسية يعني خير تمثيل عم بيكون لإله مع امراض الهذي لاعب فريق النجمة حسام اللواتي لاعب فريق العنصار وكرة داخل منطقة الجزاء محال التسلل الجديدة عم بتنون تيسير بدر يلي واقف على الخط تيمنع أي لاعب متسلل هون بالإعادة الكرة والتسلل يلي كان على حسن محمد الوقت عم بيمر بسرعة كتير على لاعبية فريق اللي خال أهلي عليه والتبديل التاني من ناحية فريق العهد عم بيتحضر فإزا بعد دخول عيسى يعقوب وحسين دقيق عم بيستعد ليدخل لأرض الملعب هلقم نشوف بدلا من مين هجم مرتد إلى فريق العهد محمد حيدر بيتطلع وينه العكايش تأخر ما مرر له أول مرة مرر بالمرة التانية العكايش مع حسين منذر بيلعب كرة داخل مطاق الجزاء حسين منذر وبيحمل كرة متل ما لازم سعيد عوضة سعيد عوضة بيحمل كرة بطريقة شرعية بطريقة آنونية بيغرع السريع فريق الخاء بيحرك ركلة المرمى ممنوع إضاعة الوقت كارلوس ألبيرتو لحبيب الشويخ حبيب 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 بيتقدم بده يغير تجاه الكرة أو بيلعبها لسعيد على الشهة اليمنى سعيد عوضة سعيد جرب يرفع الكرة جرب يمرر الكرة دايما دفاع فريق العهد بالمرصاد كمان محاولة جديدة بس في لعب من فريق العهد على أرض الملعب بهالوقت هون حسين منذر وسعيد عوضة هون عم بيطلب على السريع محمد درويش نقل طارق العلي لخارج الملعب الصليب الأحمر هل رح يكون حسين دقيق التبديل التاني وطارق العلي يكون التبديل أيضا التاني مع احتمال كتير كبير إذا ما قادر يتابع المباراة بآخر 11 دقيقة اللعب حاليا بيطقف ولعبي فريق لخاء موجودين خمس لعبين هم بياخدوا تعليماتهم من قبل هيل محمد درويش كل هالوقت يلي عم بيطقف رح يرجع يزيدوا بنهاية المباراة فريق لخاء يلي تلقى مرمى ثلاث أهداف في هالمباراة وبمبارتين سابقين ما دخل مرمى ولا هدف منتظار أيضا مباراة الساحل والتضامن سوريا اللي لهلأ بعد ما فيه أهداف ما زال التعادل السلبي بسيطر على نتيجة المباراة اللي هم تصير بمجمع الرئيس فؤاد شاب بيجوني طريق العلي خارج أرض الملعب طريق العلي رح يكون خارج الملعب وحسين دقيق التبديل التاني بصفوف فريق العهد بسين دقيق كمان مع الإصابة يلي عم بيدخل على راسه بسين دقيق عم بيدخل بدلا من طارق العلي وهيك بيكون لجأ لتبديله التاني باسم مرمر بيبقى عنده تبديله الوحيد الوحيد إذا بدو يعتمدو إذا بدو يروح لقلو معقول أحمد زريق هيسان فعور خلي الخميس ليحسن الأمور الدفاعية كارلوس ألبيرتو بيتقدم بمر للكرحاني الكرحاني على الجهة اليسرى الكرحاني بيدخل وبتعرض لخطأ واضح الكرحاني فاول واضح كان هون من ربيع عطايا ركل حرة لصالح فريق الإخاء الأهلي عليه ومحاولة جدية على منطقة الجزاء بركة بيقدر فريق الإخاء الأهلي عليه قلس الفريق لأن المحاولات لهلأ معا بينجاح من بعد ما سجل هدف السابق هدف التقدم رجع فريق الإخاء صام عن التجيل بالدقيق يلي اجيت ورى الهدف خمس لعبين بيدخلوا منطقة الجزاء مونتالي لومبا وغيرهم كرة حبيب الشواخ بيلعبها وبيبعدها الجبل لركل ركنية مع محاولات أخيرة شربل لازم فريق الإخاء إذا بده يرجع للمباراة ويقلس الفريق بأسرع وقت ممكن لأنه بعد باقي 8 دقايق ونص من الوقت القص لزمن اللقاء يعني كدش ممكن بعالم الفوتبول ولو أنه الأمور صعبة وصعبة جدا بموجهة العهد الصاحي تماما ومنتبع على الصعيد الدفاع بالوقت يلي الكرة ملعوبة من الكورنر الربيعة طايا عم يتدخل لكن كرحاني بيقدر يمر عنه كرحاني موجهة حسين زين عيد عمور كرحاني ممتاز الشغل يلي عم يعمل بيلعب الكرة العرضية لكن لوين يا كرحاني نزعته عملت الصعب وضيعت الهين كان منتظر أنه محمد كرحاني يلعب الكرة العرضية بشكل أفضل راكلة مرمى عدم هدي خليلي اللي بالتأكيد رح ياخد كل وقته لا تنفيذ ركلة المرمى طبعا مثل ما ذكرت الدورة رح يتوقف ليوم الجمعة 18 تشرين الأول ألحى لإفساحها بالمجال أمام خوض منتخبنا الأسبوع المقبل لمباراته مع توركمانستان الضيف توركماني اللي رح حول موجود ببيروت لتاني مباريات المنتخب بالتصفيات الأسيوية المزدوجة كل توفيق لرجال الأرز وبعد استقناف الدورة المرحلة الرابعة العهد رح يواجه الشباب الغازية بينما الإخاءة الأهلي علي رح يستضيف السلام صغرتها سلام يلي طبعا حقق أول انتصاراته مبارح على شباب البرج 2-1 كانت النتيجة للفريق الشمالي مع كرة هون عدد حسين دقيق دقيق يحصل على الخطأ فاول لمصلحة فريق العهد والدقائي الأخيرة يعاد إمارة جديدة نادر ماروش الدفع كان واضح من نادر ماروش على حسين دقيق عيسى يعقوبه حسين زين يلعب الكرة لعند محمد حايدر كاروس بومبا لمسة يد شافة محمد درويش قدر يضبطها على السريع ويات الخطأ لمصلحة العهد محمد حايدر حايدر يلعب الكرة الأمام لعدلع كايشي بمواكبة كريستوفر منتالي 39 مبارات وهدفين على السعيد الدولي بعد منتخب زامبيا للمدافع البالغ من العمر 28 سنة هو عم يتولى رقابة العكايشي يتولى رقابة الرهيب وأسرع لعبيه المبارات داخل منطقة الجزاء على سعيد التسجيل انذار رح يكون لمحمد قرحاني بعد الخطأ إذا التكبوا على أحمد العكايشي لأنه راضي أكيد العكايشي هل يصار معه قرحاني معصب جدا الإنذار لمحمد قرحاني تاني إنذار لإله لبطولة الدوري إنذار واحد إضافة من المبارات المقبلة أو بعدها وحيتوقف حمد قرحاني زماليه أيضا عم يحاولوا يوقفوا عن الاحتكاك بالعكايشي والعبيئة العهد بصراحة الإنذار مستحق على صعيد بطولة الدرجة الثانية حسارة للرسج أمام الاجتماعي واحد اثنين وفوز لعصار حوار على النهضة برلياس اثنين واحد إنذار أيضا لأحمد العكايشي اللاجمة تونسي أول انذار رائله بالدوري طبعا الأمور متمترة على أرض الملعب والوقت عم يضيع علينا وعليكم المشاهدينا ها اللي صار يعني كرحاني كان عم يحاول يعتذر من العكايشي اللي دفعه حقه يعصب الكرحاني ولو أنه خطأه كان آسي على أحمد العكايشي على كل حال الأمور الحلت بإنذارين محمد درويش واستقناف اللعب مع ركل حرة لفري العهد محمد حيدر بحركة لعند عيد سيعقوبه يعقوبه بينقله على الجهة اليسر عند علي حديد احتفظ بمركز زاير الأيسر مع دخول حسين دقيق يلي عم يكون بمركز الجناح يعقوبه للخلف تحت الضغط بعيدة لنور منصور بتروح لعند حيدر مسيحات موجودة بخط الوسط عم تنجح هجمية العهد وعم ينجح الربط بين لعبي العهد وتسلل العكايشي يعني الربط بين لعبي العهد عم يكون سهل بظل المسيحات يلي عم بتكون موجودة على أرض الملعب هون التسلل بعراية من ربيع عميرات قدر يضبط أحمد العكايشي بشكل سريع خيرا أيضا لاحظ فارس يعني محاولات الضغط من حسن لمحمد دائما عنده رغبة كبيرة لتسجيل أول أهدافه بالأموس الأحمر حسن لمحمد لكن أحمد الصالح ونور مصور عم يقدموا مبارات كبيرة بالصراحة على الصعيدة دي يعني فريق العهد المحاربة عم بتكون على الجبهة المحلية الجبهة الأسيوية ومحاولات كارلوس ألبيرتو بالشوت الثاني على القليلة يسجل هدف أو يمرر هدف لومبا عم يتقدم لمساند يتخط الهجوم بالكرات وحسن دائما بياخد مخاطرة أبدا لحط الكرة خارج الملعب ركلة روخنية بهالوقت على أرض الملعب شادي سكيف شادي سكيف ضغري عم يطلب منه نادر مروش ومتعالش خارج الملعب ما فينا نضيع وقت أبدا الفريق متأخر كرة حاليا مع ركلة روخنية حسن محمد على التنفيذ حسن محمد محمد درويش بيعطي إشارة الكرة حسن محمد بيلعبها أمامية حسين دقيق بيشتتها بيبعدها بيبعدها لخارج الملعب رميد تميس رميد تميس على السريع حبيب شويخ حبيب بيرجع الكرة لعد نادر نادر بده يلعب الكرات العالية السقطة إذا بده يعتمد على الكرات طويلة حبيب شويخ بمنتصف ملعب خلص فريق العهد اقتنع وكأنه بالنتيجة المهم عم بيقدر يدافع يحافظ على شيباكو إذا ما سجل ما يطلق أمر ما هدف حلو كتير من حسن محمد أميمية بتنقطع من نور منصور صاحب الهدف التالت لربيع عطايا ربيع عطايا ربيع عطايا ربيع عطايا ربيع عطايا ربيع عطايا بيروح بيروح ربيع بده يمرر على شعل يسرى الله يا ربيع الله يا ربيع الله يا ربيع محاول لحكيشي راحت من قدام لحكيشي الكرة كانت الهجم المرتدة سريعة من فريق العهد كان قريب كتير انه يعمل شي ويقدر يسجل الهدف الرابع حسين منذر بده يلعب الكرة بمرره بهالوقت لمحمد حيدر ترجع كمان مرة للحيدر وحسين منذر التمريرات بيناتهم بروح محمد حيدر بيدخل منطقة الجزاء بيلعب الكرة عالي وبيحصل على ركلة ركنية كان قريب كتير العهد هجم مرتدي خطرة كتير بالإعادة بنشوف شو عمل ربيع عطاية فضل يلعب الكرة على المكان الفاضي وهون المحاولة والعكيش الكرة هون اللي خدعته تماما ركلة ركنية بتتنفذ إضاءة الوقت من اللي عبيه فريق العهد من ناحية تمرير الكرات حسين دقيقة حسين دقيقة قوية كتير قوية كتير هالكرة بيلعبها حسين دقيقة بعيدة ومعقول كتير فريق العهد يروح لتبديل ثالث بهالوقت تبديل ثالث الهدف منه إضاءة وقت مش أكتر من هيك أبدا رمي التميس لاعب منتخب لبنان وأساسي فريق العهد خليل خميس عم بيدخل بالدقيقة تسعين من المباراة هيدا يلي بدل إنه كل اللي عمين بفريق العهد متل بعض الاسم الكبير ما له موجود كلهم متل بعض كرحاني على الجهة اليسرى كرحاني بيرفع الكرة داخل منطقة جزاء سهل كتير عند الجبل رهدي خليل يلي بيلطقت الكرة وبيلعبها أمامية سريعة هجم مرتدي مع ربيع عطايا ربيع معه العكيشي معه محمد حيدر ربيع 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 بيلعب الكرة لعند حسين دقيق حسين دقيق بده يسدد حسين دقيق كرة عالية بعيدة ثلاث دقايق وقت محتسب بدل عن ضائع هو العهد بطريقه شربل لانتساره الأول بدورة ألفة بأول مباراة لإله بعد فينا نقول منافسات السوية ناشحة لها تلاتي عقل مضمونة للعهد بعد الهداف ثلاثة اللي سجل أحمد العكايشي رح يترك أرض الملعب وخليل خميس رح يدخل ألف عليها لوجوبية مقابل الضماني الدفاعي مع دخول خليل خميس إذن رقم خمسة رح يتأجل دخوله أحمد درويش عم بيقول أخذ وقت أكتر من اللازم التبديل وأحمد العكايشي ليخرج من أرض الملعب تأجل تبديل أكيد لأنه ماهر العلي كان بعد ما جهز رقم اللاعب يلي رح يخرج على ما يبدو نحن هنا نتأكد بس إذا العكايشي فعلا رح يخرج شفت رقم تساو تسعين على اللوحة مقابل رقم خمسة تغيرت الأمور ربيع عطايا هو اللي رح يخرج رقم عشرين مكان الرقم خمسة رقم تساو تسعين إذن على اللوحة والأهد طلب أنه رقم عشرين ربيع عطايا يقول يخرج مش العكايشي إذن على التبديل اللي عم بتم بالوقت يلي حسن محمد عم يتحضر لتنفيذ الركلة القرة حسن محمد بلعب الكرة بباشرطة باتجاه المربع مقطوع من حسين دقيق رغم الإصابة بالرأس عم يبعد هالكرة الرأسية حبيب الشواخ عم يغلط فيها بتروح لعند حسين منذر عكايشي عكايشي رح يمرر لحسين لا بيلعب الكرة للأمام باتجاه محمد حيدر عم تنقطع كانت من نادر مروش قبل من توصل لمحمد حيدر خطرة جدا اللعب مفتوح حاليا والمسيحات بوجود هالأمر بيعمله حسن محمد بتمريطه لأحمد حجاز يلي مباشرة كرة سهلة دين يا دايما هدي خليل دايما وحدة فقط والعهد العكسي لتحقيق العهد فوزه الأول بالدورة كرة بواسط الملعب مع محمد حيدر نور منصور سين مندر سين محمد حيدر محمد بيجرب ما يخسره بحافظ على كرة لكن هو سقطة فيهم مع حسين زين كرة بالأوت المساة الأخيرة والثواني الأخيرة من هاللقاء كارلوس لومبا لكارلوس ألبيرتو ألبيرتو حبيب الشويخ على الجهة اليسرى حبيب حبيب يحاول يعقس الكرة العرضية بترتد من حسين زين حبيب الشويخ عام يلعب الكرة العرضية والدائيق شوفوا الخبرة الكبيرة والرواء والهدوء يلي منه حاضر حاليا بمدرجات العهد وجمهور العهد يلي عم يحتفل بهالانتصار مع العكايشي كرة جميلة ولمس أجمل مربع شكروي بالمحاول لتسجيل الهدف الرابع مع حسين منذر منه اللي عند محمد حيدر الوقت المحتسب هذا العنضاء إذا انتهى من نصف دقيقة حيدر من أول كرة مربع شكروي عالي حديد لعند عيسى يعقوبو منه لعند الدقيق خلص خلصي تنتهد لعبي العهد عم يتنقلوا الكرة بالخلف ومحمد درويش ما راح يطول لا يعلن صافرة النهاية ولو انه أعطى خطأ بالوقت الحالي لمصلحة العهد مبدو الشكرا هتكون الكرة الأخيرة بهالمبارات التي واحد إذن العهد راح يفوز يعادل الخطأ ومحمد درويش حتى قبل تنفيذ الكرة عم ينهي المبارات لا يعلن عن فوز نتيجة ثلاثة واحد ثلاثة أهداف هدفين لأحمد العكاشي التونسي ونور منصور مقابل هدف لأحمد حجازي يلي كان أعطى التقدم للفريق الجبلة بداية إذن موفق للعهد بالإعادة الأهداف أحمد حجازي كان افتتعت بسجيل بعدها الانفراد بمهدي خليل السهل الأمور كانت بالنسبة للحجازي المتقصص باك نوع من الكرات تاني أهدافه بالدورة إذن لصاحب 11 هدف بالموسم الماضي على غفل من الدفاع العهد عاد إلى المباراة بشكل سريع مطول أبدا العهد لا يعود بهاللقطاء ولا يأكد حضوره كرة كانت بالركل حرة محمد حيدر أحمد الصالح وأحمد العكاشي كان موجود على مسارة لمس جميل من الصالح والأجمل كانت لمسه للعكاشي أمامه لكريستوفر مونتالي كان عمي عادل النتيجة واحد واحد هون صارت النتيجة وقبل نهاية الشوت الأول كان حاضر لعكاشي مرة جديدة لا يترب من جديد ويسجل بعد هالكرة يلي تمت فيها عرقلة ربيع عطاية على تمريته لحسين زدين حسن ديب هو يلي كان ارتكب الخطأ بانالتي إذن لفري العهد على الأمور كانت واضحة هون بالنسبة لحكم المباراة محمد درويش ولعكاشي أرسل شيكل وهبي إلى الجهة المعاكسة هزة الشباك مرة جديدة وعدت تقتم للعهد بتانواحة دي دي كانت نتيجة الشوت الأول إذن من واحد للعهد يلي عاد وأكد فوزه مع الكرة الرئاسية من نور مصور بعد عرضية ممتازة جدا محسين منذر على العرضة البعيدة ومع الهدف ومع الاعادة أكيد بده ودعكم وعطيكم موعد بكرة الساعة 5 بعد الظهر بحلقة جديدة من جولدن بول وضيفة الأمين العام للاتحاد لبنان لكرة القدم الأستاذ جهاد الشعب إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة